نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء إصدار قرار بوقف خطباء المساجد عن العمل واعتماد إجراء خطبة الجمعة عن طريق الذكاء الاصطناعي وقام المركز بالتواصل مع وزارة الأوقاف التي نفت تلك الأنباء مؤكدة أنه لا صحة لوقف خطباء المساجد عن العمل واعتماد إجراء خطبة الجمعة عن طريق الذكاء الاصطناعي وشددت الوزارة على استمرار خطباء المساجد في إقامة الشعائر الدينية المختلفة بما فيها أداء خطبة الجمعة دون الاستغناء عن أي منهم مشيرة إلى اهتمام الوزارة بتقديم برامج دورية لتأهيل وتدريب الأئمة وذلك بهدف تأهيلهم مناشدة المواطنين عدم الانسياق وراء الأكاذيب مع استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية